أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لتقديم العزاء في ضحايا الفيضانات أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيد رئيس أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع باكستان في ظل ظروف الصعبة والخسائر التي خلفتها الفيضانات التي شهدتها باكستان مؤخرا كما أكد الرئيس السيسي تخصيص مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة في جهود تخفيف أثار تلك الأزمة التي يواجهها الشعب الباكستاني كذلك أشهد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين مؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطلع إلى استكشاف أفاق جديدة لتعاون المثمر بين مصر وباكستان غاصة في مجال قضية تغير المناخ في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ لشرم الشيخ كوب 27 حيث أشهد شريف بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة السيد الرئيس فضلا عن تحركاتها الحكيمة والمتزنة في محيطها الإقليمي كمحور للسياسة الرشيدة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر